هنروح لأخبارنا هنروح لكرة اليد رجال كرة اليد رجال في الأسبوع اللي فاتوا فازوا بآخر جولتين في دوري الترتيب أو دوري العام بس الترتيبي فوزنا على هليوبلس والشمس فوزنا على هليوبلس بنتيجة 28 و24 وعلى الشمس 32 و24 وخلي بالكم ماتش هليوبلس كان في هليوبلس وهليوبلس كان بينافس على الصعود للدور الثاني فكانت مباراة صعبة فوزنا عليها فرق أربع هداف بطمينكم نحن الحمد لله تأهلنا للدور الثاني 16 ماتش وهزيمة مباراة وحيدة قدام الزمالك عندنا ان شاء الله الدور القادم هتلاقي بعد بطولة أفريقيا اللي هتلاعب من 13 ل24 نناير هنلعب الدور الثاني وهيبقى 6 فرق مين تأهل معنا الخمسة الأهلي والزمالك واسموحة وسبورتين وطلاق الجيش والبنك الأهلي هنا عايز أشير إلى البنك الأهلي البنك الأهلي الحقيقة من الأندية اللي بتعمل تفرق في الرياضة شفنا على مستوى فريق كرة القدم فريق محترم وبيحرج الفرقة الكبيرة وسبورتين واسموحة وزمالك والأهلي فإذا بنك الأهلي بيعمل تفرق ودي حاجة الحقيقة تسعدنا أنه كل ما بتضاف أو يبقى في قيمة مضافة الأندية بتخش على الدور كل ده ما بيرقب بمستوى اللاعبين وبيرقب مستوى اللعبة في مصر وبيعن عكس مباشرة على المنتخبات وهي دي الغاية الأسمى هنروح لكرة اليد سيدات أيضا كان عندهم مباراة مهمة مع اتحاد الشرطة اللي سبوء اللي فات وامبارح بالأخص وفوزنا 43-11 امبارح بالتحديد المبركة أقيمت في صارة عبدالله الفصل المطش ده كانت أجل لو حادكم تفتكروا بسبب السوق اللي حوالي الجوية أيام المطرة وإتلعب طبعا فريقتنا كسبت كل مطشطها في المجموعة اللي احنا فيها زهابوا عودة ترسانة اتحاد الشرطة زهابوا عودة منوف الرياضي هلوليدو مركز شباب ششة الأنعم أيضا زهابوا عودة 6 أكتوبر سموحة طيران فريقنا هو حامل لقب السنة اللي فاتت ونمنى التوفيق لكابتن ناحية يوسف في اللعبات وبرضو مفكركم القرار اللي خدوا اتحاد كرة اليد بالنسبة لنشاط السيدات ودي حاجة كويسة وقيمة مضافة في الاتجاه الصحيح اللي كنا نتكلم فيه في الحلقة يمكن حلقاتنا النهاردة كلها هتبقى تركيز أكتر على دور المرأة في الرياضة المصرية ويمكن اللي فدنا كمان أو اللي علا القيمة معانا قوي ما فعل ومبارح محمد صلاح خلينا أقول لكم أنه اتحاد كرة اليد أو اللجنة المؤقتة لإدارة تحاد كرة اليد خدت قرارين في منتهى الأهمية أن اللاعبات لابد أن يكون ليهم عقود عشان يسجلوا في قائمة الفريق زيهم زي الرجال خطوة أخرت كثيرا ولكن كويسة النهاجات في النهاية الحاجة الثانية أنه فيه اتجاه كبير جدا لإنشاء منتخب للسيدات وهيتم رعايته بنفس الرعاية اللي بيرعوها للرجال وده خبر أيضا أسعدنا الواحد بيبقى كان حزين أن منتخب مصر الحقيقة في الرجال بيحقق الإنجاز ده دلوقتي على الرنك العلام الرابع والسيدات ما فيش منتخب أصلا فدي الموضوع ده كان بيؤرقنا كثيرا ولكن اتحاد كرة اليد أو اللجنة المؤقتة ماشي في الترقية الصحيح الحاجة كمان اللي أسعدتنا ويا ما طلبنا بها في برنامج الأبطال وهو أن ما فيش أي استفادة لفريق بيلعب مع فريق ويكسبه فرق 30 جهون ما فيش أي استفادة للفريقين النادي الأهلي النهاردة بيقسبها ممكن 50-10-50-8 ما فيش أي استفادة للفريقين للنادي الأهلي والفريق الآخر بدون ذكر أي أسامة ولكن اتحاد اليد السنة الجاية قرر أنه يقسم الدنيا مجموعتين مجموعة بمستوى ومجموعة بمستوى هنا يكمن النجاح أنه حتى المستوى الأقل مع مباراة قوية يستطيع أن يرقى أنه هي أعلى بالمستوى ويروح للمستوى الأعلى وهو ده المعمول في كل حتة في العالم قرار تأخر ولكن ده دليل أنه الاتحاد الموجود بيحس بالنبض وبيحس بالانتقاد وبيتقبله وبيطور من أداءه هنروح لكرة السلة الرجال كان عندنا مباراة مع القناة في دورة الستاشر لو حدقتوا تفتكروا في دورة السوبر الأول بلعب الستاشر إحنا الأول دورة المرتبط باللعب الستاشر دورة المرتبط الوقت القناة الفوزنا على مبارايتين المباراة الأولى والمباراة الثانية المباراة الأول فوزنا 80-70 والمباراة الثانية فوزنا على هيئة قناة سويس أو صالة هيئة قناة سويس لو ملعب نادي القناة فوزنا 80-69 النتيجة كوبي بيست تقريبا يعني فرق عشر نقاط وفريق القناة فريق محترم بيعمل مطشاطه قدام الأهلي كويسة جدا يعني عشر نقاط فرق ده بيدل على أن نادي القناة فريق محترم جدا جدا وموجه له التحية للفريق وجهازه الفني كده تأهلنا في التمانية الكبار اللي هنلعب مباريات السوفر هنلعب الأول دور ترتيبي 14 مباراة 8 فرق رايح جاي على ما لعبنا وعلى ما لعب الفرق الأخرى نتمنى لو حدركم تفتكروا السنة اللي فاتت كان حصل بعد بعض الأزمات كانت في المطشاط اللي برا فنتمنى إن شاء الله السنة دي الموضوع يكون يعني فيه كنترول تبقى اللوايح واضحة من أول من الاتحاد السلة يبقى فيه جمهور يبقى فيه عدد مؤمنين اللي بيحضر ما فيهش جمهور يبقى فيه التزام وانتعارفين نادي الأهلي بيلتزم باللواح والقوانين يمكن ما بينستناش إن يجلهم لحظة الحقيقة وشفنا ده كل المباراة اللي بتنظم على ملعبنا بيبقى فيها سيطرة بيبقى فيها كنترول بيبقى فيها تباعد بيبقى يعني النادي الأهلي بينظم المباراة على ملعبه بكل يعني احترافية عالية نتمنى المباراة اللي خارج ملعبنا ودي تقيما اسمعوا مني بتقرق اللعبين يعني أنا كنت وانا لعب لما جالعب بره بيبقى الآن طب هلعب في ملعب ايه طب الجمهور طب هلاقي مش هلاقي بنبراحين المطشاط اللي بره بنبقى الآنين نتمنى نتمنى ان اللواح تبقى واضحة لسه عندنا وقته ولسه هو تحددت مع وعيد المباراة موعيد المباراة تتحددت يعني كم ديسمبر وكم يناير ولكن فين وامتى ومين هيلعب مين في الوقت ده اتحاد السلة هينزل جدول اكيد اتوقع بكرة عشان خلاص الدنيا بتقرب وهيتقل الاهل مباراة وفي ملعبه فين والفرقة الاخرى وهكذا بس طبعا نتمنى ان الازمات اللي حصلت رايح جايدي منشوفهاش السنة الفاتت منشوفهاش وعندنا وقت وعندنا الدنيا جميلة نقدر نكون ترول كاتحاد هذا الموضوع بدري عشان تجنبا لمزيد من الازمات هنروح للكرة الطائرة الحمد لله اخيرا اخيرا تم تحديد معاد الدوري الدوري سينطلق يوم الاثنين القادم او المباراة لنا مع نادي الاعلاميين هيكون الساعة السادسة في صالة الامير عبدالله الفيصل المباراة البعضية الجمعة هتبقى مع الظهور الساعة تمانية في الظهور والنادي الاهلي استعدادا لانطلاق البطولة لعب مباراة والدية مع اسموحة فوزنا بنتيجة 3 واحد طبعا كابتن محمد مسلح مودي او ميدو لعب كل اللاعبين شارك كل اللاعبين كان موجود المحترف وغيره وغيره والمباركة لعبة اول مباراة طبعا عصارة الامير عبدالله الفيصل وده احتكاء قوي اسموحة فريق محترم فريق جيد بس مش معنا في المجموعة المجموعة بتاعتنا سبورتينج ليوبلس الظهور الالامين سكندريا البترول وزي ما قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت الدوري تم تقسيمه اربع مجموعات ب16 فريق وهو عين العقل الطائرة بدأ متأخر جدا 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 الطائرة اخر فرقة في كل الالعاب حتى الفردية ابتدى الدوري بتاعه فما فيش وقت والمنتخب عنده بطولة عالم فوضع طبيعي جدا ان انت تحاول تختصر في البطولة عشان في النهاية ان انت توصل ان المنتخب ياخد وقته في الاعداد خلينا اقول لكم ان فيه مجلس ادارة التحق جديد نتمنى الاستقرار لمجلس الادارة نتمنى من كل عناصر اللعبة او كل نجومنا اللي كانوا مشاركين في الانتخابات يعني نتمنى ان هو يتركوا هذا الاتحاد شوية ان هو يبتدي يشتغل احنا طبعا عنينا او كل الطائرة عانت كثيرا من حل الاتحادات ورجعها وحلها ورجعها فطبعا نتمنى مزيد من الاستقرار في نطاق طبعا اللوايح والقوانين نتمنى طبعا نشوف المنتخب يرجع تاني لسابع عهده منتخب الشباب عندنا مجموعة من لعبين كويسين جدا وخدنا مراكز عالمية كويسة كان معنا نجومنا نجوم فريق الشباب اللي ندل إليها الحلقة اللي فاتت منتخب سنهم خد الاثناشر على عشرين فرقة في الدورة العالمية يعني عندنا يعني عندنا والفريق النشئين واخد رابع يعني عندنا طب محتاجين ايه محتاجين رعاية محتاجين احتكاك الدنيا فتحت هي كورونا بقى عندك ممكن تعمل معسكر واثنين وثلاثة نسيب الناس تشتغل كورة طائرة قريبة يعني اقرب لعبة لليد ممكن تحقق انجاز هي كورة طائرة يمكن السلة المنافسة بتبقى بعيد يعني صعبة وعايزة شغل من نار انما الطائرة المنافسة افريقيا محسومة بالفريتين 3 حتى دوليا انت تقدر فاذا نتمنى كل التوفيق للكورة طائرة ونتمنى التوفيق طبعا لفريق نادي الاهلي النهاردة انه يقدر يفوز السنادي باللقب اللي حافظ عليه السنة الفاتت وعايزين دوري وكاس ان شاء الله وفي افريقيا وفي بطولة عربية يعني اظن اهم طبعا افريقيا بس اظن ان احنا هنشارك في كل حاجة باذن الله طيب هنروح للكورة الطائرة زي ما احنا فريق الشباب احنا كنا بيحتفل بفريق 19 سنة النهاردة فريق الشباب تحت 17 سنة بيفوز ايضا ببطولة منطقة القاهرة فريق الشباب بكورة الطائرة تحت 17 سنة بقيادة المدير الفني كابتن نادر نبيل فاز بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد ما كسب النادي بتروجيد 3 واحد الماتش كتلع من برحل لصدر رقم 3 باستاذ القاهرة وده بيأكد النادي الاهلي مركز اهتمامه الكبير على الناشئين والناشئات وبيشتغل عليهم عشان يدعموا الفريق الاول في كل القطعات الفرقة زيها زي فرقة 19 زي ما قلت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت استضافنا فريق 19 وان شاء الله يعني لما تتواحي الفرصة هنستضيف فريق 17 سنة اكيد هتقفل الصفحة دي وتستعد بطولة الجمهورية طب بطولة الجمهورية هتبتدي امتى كابتن حسام شعراوي اللي قال لنا الحلقة اللي فاتت انه منتظرنا هتبتدي في شهر ديسمبر القادم اوام اوام بس طبعا ديسمبر اتصالنا ممكن تخلص في براير تخلص في مارس وده الطبيعي لان هي بدقة بدر السنة دي بخلاف السنة اللي فات هنروح لمصطفى عسل لعبنا في الاسكواش مصطفى عسل نشط الاتحاد الدولي الاسكواش صدرت بتصدر كل شهر مصطفى عسل حافظ على مركزه في التصنيف العالمي السادس مصطفى عسل ويوسف سليمان منساش يوسف سليمان طبعا لعيب النادي الاهلي حافظوا الاتنين على مركزهم يوسف سليمان حافظ على المركز الستاشر وده انجاز كبير قوي إنجاز كبير قوي يوسف لسه بيعني فروم سكراتش زي ما بيقوله طالع في البي اس اي أو منظمة المحترفين بطول اسكواش فيوصل دور الستاشر في الشهارة ده حلو جد مصطفى عسل حافظ على المركز السادس مصطفى عسل بيستعد مع منتخبنا الوطني عشان بيشارك في بطولة العالم للفرق ولكنت هتتلاك كمان كام يوم في ماليزيا وتم إلغاءها بسبب فيروس كورونا الجديد اوميكرون البطولة تلاغت في ماليزيا على فكرة ماليزيا متقدمة جدا في السكواش الناس اللي ما تعرفش في بطلة عالم كانت من ماليزيا عادة بطلة عالم كانت محتكرة البطولة العالم أنا مش فاكر اسمها الحقيقة تسع سنوات تسع سنوات وكان أي نجمة في مصر يمكن نور الشربين هي اللي ناجحة تكسر احتكار لعبة ماليزيا ولكن ماليزيا عندها قاعدة عريضة جدا من لعبين ولعبات السكواش ولكن للأسف البطولة تلاغت أوميكرون والله أعلم أوميكرون ده يعمل فينا إيه لأن الحقيقة بدأت النهاردة بنشوف دول بدأت تمنع الرحلات يعني الواحد برضو الآن مش عايزين نرجع الوراء عايزين الدنيا يعني تطلع لقدام ربنا يا رب يرحمنا من هذا الفيروس لحقيقة قطعات كتيرة متضررة وبقالنا في الموضوع ده داخلين على السنة التانية يا رب إن شاء الله ربنا يعني يعني ينعم علينا بنعمة الصحة يا رب